اشوف بقى الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف ان يحبش اخد البوائي اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله واللي بيشتري قوطة بياخد من على وش القفص فهمت؟ فهم حضرتك تاسمك ايه؟ عاطف ربيح بص يا عاطف يا ربيح انا ليه ينظم في شغلي تخلفه يبقى ما تلزمنيش خالص انا هتفعلك خمسة جنيه زيادة عن سعر السوق في الصورة اللي تعجبني بس بشرط ما تروحش لحد تاني الصورة اللي متعجبنيش انت حر فيها نفس طلباتي لأستاذ الحسيني ما هتعلم هنا واضح ان حضرتك مدرسة انا تحت عمرك يبقى متفقين بس انا ليه طلب عند حضرتك قول اسمي اسمي كدب تحت كل صورة بصورة حقك وانا كنت عامل كده من نفسي بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا لا مؤاخذة يا أستاذ نعم الفنانة ناهد جلال عالتليفون ودي ربع مرة تطلب حضرتك حوليها انا عارف هي عاوزة ايه حاضر ناهد جلال نجمة الاغراء هو في ناهد جلال غيرها دي عفلها مكسرة الدنيا حبيبة قلبي المتقلقة على طول ازك يا ناهد اي اخبار حلوة تخصك انا جاهزة واخد على خطرك مني هو انا اقدر مش اعجباكي انا بنشر الصور اللي موجودة عندنا بحتي لي الصور اللي اتعجبك وانا غرق المجلة بيها دي انا اتمنى دي انا بوزع بيك يا نجمة النجوم مع السلامة يا حبيبة قلبي هو نيفع صورة لسه بادري عليك وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير كوفير وماكيار وكم شغلانة تانية انا كنت فاكر ناموك يا صورة تخطيفي كده يعني عالطبيعة طبيعة طبيعة دي راح زمنها خلاص زي ما قلت حضرتك مدرسة وانت بقيت تلميس فيها على الله تفلح ان شاء الله بقى انت حسن ظن حضرتك أستاذ مع السلامة في شابة عاوزي قابل حضرتك مين الشاب ده وعاوزيها بيقول ان هو مدير اعمال مدام نهت جلال خليه تفضل صباح الخير يا أستاذة صباح الخير تفضل ماجد شالبي مدير اعمال الفنان انا هتجلال ايه ده ايه ده بسم الله ما شاء الله انا شفت مديرين اعمال الفنانين على كل شكل ولون وكلهم يشبهد سوء يا فندي بتاع مصرحات فؤاد المهندس وشويكار لكن انت يعني عليك بردة مثلت ولا لسم لا يا فندم صراحة ماريش في التمثيل انا مدير اعمال وبس 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 كنت شغالة عند مين قبل ناهد ما كنتش عند حد قبلها بس انت مش صغير عليها شوية صغير صغير ازاي يعني على فكرة انا مش جزء انا مدير اعمال وبس اه ما هي كلها اعمال خير المدامك اتعازة تيجي تقابل حضرك بنفسها لكن زي ما حضرتك عارفة ظهورها في الاماكن العامة ده بسبب لها مشاكل وهي بتقولي ان الصور بتاعتها اللي المجلة بتنشرها مش قد كده وان مرأة خير ما تكمل الكلام ده حقيه بس عمل لها ايه على العموم احنا لسه مصورنا صور جديدة والمصورها مصور فرنساوي يارب بتعجبك نشوف ايه ده تظهر انها باعت هدية ايه يا فندم شايف ان حضرك تشتري الهدية بنفسك فيها طول عمرها لما حاوزا كان نشوف الصور بقا ايوة كده هي دي الصور لمسة الخواجة الفرنساوي باينة والاضاءة عشرة على عشرة عاوزاك تهنيها على اختيارها ليك كمدير اعمال مجلة الناس الشيك مجلة الصالونات وبعنده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها الايمة معفن وعرقان ورحتك تقرف يا مادام انا كنت بزارس تعليم سواء سواءة ايه ان شاء الله ليه انا ويتشتغل على تاكسي لا هيبقى عندي عربية وكمان فيها تكيف وبعدين اي حد في مكاني كان هيبقى شكله ورحته كده حتى لو كان حضرتك قاعد يلا بقولك قاعد انا سمعت انك بتبيع بس بوسة بالليل صحة ولا لا وانا ببيع مخدرات انا بساعد ابويا وبصرف على نفسي كمان كلام الانشة بتاعك ده تقراف الجرايد لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه طب وعيش ازاي داخل شغلانة واحدة ما يكفيش وإحنا عيلة الصغير بيكبر وبعدين اعاوز اقولك حاجة في شغلانة الصحافة دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي وانت كده صبي مهما كان عندك امكانيات مين في الصحافة طول عمرك هتفضل في نظر زميلك بتاع البسبوسة ما فيه عزباء كتير كانوا زاي وقال مني كمان مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده بص حواليك وتعلم جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير ويمشي منفوخ وابويا الباشا وامي أصلها تركي لأن ده سلو بلدك دلوقتي ومعظم نجوم الصحافة الأيام دي بيعملوا كده انا قلت اللي عندي تفهم ما تفهمش انت حر ما تزعلش من كلامي وافتكر ان السكر لونه أبيض والملح كمان لونه أبيض بس اللي اتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد فاهم هنفيست الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالزبط الصور اللي عنديك دي مش محدة تاني انت ازاي دخلت بالتعبين انا؟ تعبين؟ وانا هعمل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحلية يبقى القراجوز اللي كان معك وبتقول عليه المساعد بتاعك بتوات غلبان وعايز ياكل عيش عاطف انت اللي عملت العملة دي ومحضرتك شفتيني؟ لا طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمل تصور طب محضرتك كمان ما كنتيش خايفة عشان عرفت ان في حد عايز يبوز الفرح واكيد التعبينتي سننها مكسورة ولا يمكن تأذي حد هما كان تعبان اتنين؟ عملتها الحساب مين وبكامل انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجالة دون والحلة اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فاكر عن كمية الألمازات اللي ضاعت؟ واني الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت أجلك؟ طيب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عارفوني هيثبتوها علي ازاي؟ انت هبال يلا ابو العروسة راسد مكافأة خمسين ألف جنيه يعني المساعد بتاعك انت هو أول واحد هيبلغ عنك لما يعرف انا واثق في المساعد بتاعي هو جاب التعبين من أبو رووش؟ تقريبا يا باستاذة يبقى اللي باعله التعبين هو اللي حيرشد عليه راجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه هو مش المساعد بتاعي وهو صاحبي وحبيبي بس زي ما قلت لحضراتك ملوش عنوان لكن له شكل واللي باعله التعبين يعرف يوصفه ويجيبه البوليس ويجيبه رسامه ويرسامه هي وصلت البوليس؟ والنيابة وامن الدولة بس كل ده مش مهم المرحب أبو العروسة ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة انت بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف ايه هو انت كسرت كباية؟ لا حصل حصل يجرى اللي يجرى بقى انت عملتها الحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه؟ هي عملية عملت وانتهت تبقى أهبل لو فاكر ان امرها انتهى عملتها الحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خاطر مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان لعيب الكرة؟ ايه؟ يا حظك الزفت انت عامل زي مصمار من غير راس ممسوك بكماشة طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي واكبر دليل انه وراتك الورطة السودة دي يعني هو كده ممكن يبعني؟ يبيعك ويبيع أهلك كمان طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضو باع نفسه؟ بكرا نشوف بس انا كان عندي احساس انك وزخ لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني انا في شغلي بحتاج ناس وزخة برضو الصور دي تسوأ كتير العربية اللي جابهالك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة كتعربيته عشان عبيد ودهلك ازاي؟ بيع وشير ليه؟ هي الحدية بتحدى في كاتاكيت؟ مش قلتلك النواطي؟ اصحاب الصور دي هيعملوا اي حاجة عشان يمنعوا نشرها وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد التوزيع ايه يا هبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة الف الفين؟ تمانهم كام؟ احنا هننشر عينات والعينة هي اللي هتجيب الزبون انا عاوزاك تعملي ثلاث نسخ من الصورة دي تمشها الوحدي للوسخ يا استاذة اخرس تعرف ان انا واحدة من طحية الفرح؟ ايه دا؟ دعم ان حضرتك حاجة؟ لا انا بتكلم على الإصابات اه على فكرة هي مش باينة وبعدين دي بسيطة انا عارفة ان دي بسيطة بس اللي تحت الهدوم مش بسيطة بس اللي تحت الهدوم مش بسيطة هو ايه دا اللي ممكن؟ اللي في دماغك بس بشروتي والوقت اللي نختار صباح الخير صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك ايه القلب السودية يا استاذة؟ هتعمل لي فيها عبيت ولا مغفل؟ احنا مش فيه اتفاق بيننا ان اي شغل يجي لنا الاول؟ ايوه فيه اتفاق والاتفاق ماشي وحيات امك؟ لا لسانك تطوريه بمزاك على غيري بس لازم تعرفي انها لايه اول ولايه اخر يعني اي حرف يمس الكرومة يبقى يفتح على الله انت اديت صور لجرنال السه؟ ما حصلش افتح الجرنال عشان تعرف انه حصل اكيد مصور تاني خيري اه يا كذاب ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه طيب اهدي قوضيك على حكاية صورة؟ قوضي على حكاية الزفت اهي الزفاف المرعب ايوه موضوعا لكذاب مش عايزاني نخلف التفاق بصورة بعلمي وموافعتي طيب اوعودي عشان نعرف نتكلم تحت الديني اهو مريالا؟ يا استاذة انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك بصي على الصورة تعمليها كويس طورة واقع على الارض حواليها اربع جرسونات على اثنين نسوهم اللي همشة لازمة على الراجل ملوش هوايا يعني صورة ملهاش لازمة اساسا بس الصور اللي فيها الناس التقيل عندك بزمتك لو صورة زي دي ترمت على مكتبك هتنشرينها؟ لا طبعا يبقى لازمتها بقى ايه الزعبوبة اللي حضرتك عملتيها دي لازمتها ان مستقبلك معايا مش في حتة تانية ومال بيقولوا علي الاستاذة ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك واقل منك ودلوقتي بقوا كبار كبار قوي انا اسمعت الكرامضة من حضرتك قبل كده ما علينا نشتغل الشركة العالمية للتجارة تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للأمي السري وشخصي المهندس فؤاد لبيب رئيس مجلس الإدارة بقيت بوستاجي؟ شريك شريك في ايه بالزبط؟ في المكسب والخسارة والطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة طب هتدخنيه كم في المية؟ تلاتين سبعين مين تلاتين ومين سبعين؟ طب تستعبط؟ انا هاخد اربعين ما تنساش ان انا اللي في الصورة وانا اللي شايلة المسئولية كلها اربعين وستين هلو يا خوفي منك يا بدران وفق ده شرف عظيم لي يا باشا واللهي انا اول ما شفت الصور دي ضغتي علي علي وحسيت اني مخنوقة عشان كده اول حاجة عملتها بعتلك الصور دي على طول ده تصرف محترم من حضرتك انا متشكر جدا يا مدام متشكر جدا انا هعتبر ده جميل وان شاء الله هارده لحضرتك بالشكل المناسب ايه؟ بتقولي ايه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا وحضرتك رجل اعمال وسيد من يفهم المسائل دي اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير ولو ما كنتش اشتريتهم اكيد كان حيبيعهم لاي جورنال او مجلة تانية والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقلت ايمال دي في ساعاتك اللي هما كرمت المجتمع وكبار رجال الدولة وستاتهم كويس ان حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر يا باشا انا اشتريت الناجاتف عشان امنع نشر الفضايح دي هاو زاكم تلاتين الف هاو زاكم تلاتين الف العشرة الزيادة تمن الايهانة وهو مفيش راجل محترم يقفل السكة في فشي واحدة ست اللي ها مكانتها وبتكلموا بكل ادب قلت ايه يا باشا؟ هو ده الكلام ايه انا ناجوة وعاوز ايه يا امين الشرطة عاطف ربيع مالو طف كتر خيرك يا حضرة الامين قوله مادام ناجوة بتقولك استحمل لحد الصبح وكل حاجة هتبقى عالي العال مع السلامة ألو صحتك من نوم؟ انا ناجوة اسمع انت مش كنت بعدتلي موضوع لعيب الكرة ده اللي اسمه طارق شعبان؟ ايه وعاوز ايه شوية معلومات عنه اول حاجة اديني عنوان بتاهله انا مش هتاخر اركنها في حتة قريبة احتمري كمانا فضاليا حاجة اخد يبالك مني الله يشترك ابنتي تعاليا حاجة احنا فين؟ وراحين فين يا اختي؟ دلوقتي هتعرفي طويلي بالك وانا مسك اديها ولسه حبدأ بابنا اللي بالك فيك فجأة لقيت راجل راجل ايه؟ لقيت ضرفة كبيرة وقفة جاملة انا قلت النور قطع بسألها مين ده يا بنتي؟ بقيتها بتقولي ده خطيبك خطيبك؟ انا قلت ده عزرائيل وجاي يقبض روحي انا لو اعرف ان هي مخطوبة وبالذات لضرفة زي ده اكيد بنقصها يعني كابتن طارق عارفني ولا مش عارفني يا كابتن؟ ما عنديش فكرة انت مين؟ حالا هيكون عندك فكرة بس مش الاول يبقى عندك اخلاق رياضية وتقول ترحب بالست والدتك؟ ده ابنك يا ست نبوية ولا مش قادر اتعرفي عليه عشان نضف زيادة عن اللزوم انت بتشعر بخبرة يا عبدالتواب؟ حالا نجوة كمال لازم تشتري العدد اللي جاي من المجلة بتاعتي عاملين لك تحقيق صحفي هايل بالصور على مشوار نجاحك عشان جمهورك يعرف قصة كفاحك من الصحة في بلدكو للبار يا عبدالتواب تعال عزمني على الدرينك سينج البلاك انا لحد اللحظة دي بهزر معاك لكن لازم تعرف ان ملفك لسود عندي ومليان بلاوي انت عايزة من ايه؟ مش عارف انا عاوزة منك ايه؟ وحيات امك اللي عادة هناك دي انت مش عارف انا عاوزة ايه؟ عاطف ربيع مش كده؟ مقدرش عامل حاجة معاه تعترف اعترف بايه؟ انك بعتله العربية كده يبقى روحت في داهية فيه محضر يتعمل للصبحة يطلع عن نيابك تروح الاسم الصبحة وتغير اقوالك الكلام ده لازم يخلص الصبحة بادري ازاي يعني؟ جرائية طروقة طليق دلالة على ناس كتير ناس كبار ومهمين قوي في البلد دي واكيد مش هيقولولك لك يا كده يا تعتبر نفسك انتهيت يا عبدالتواب انا عارفة سبب دموعك دي بس يكون في علمك انا طيق العامة ولا طيقش هشوف دموع راجل انا عشت اسود دليلة في حياتي حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطاجي ابن كلب حتى لو دخل السجن هجيب امه ودومك فادلت عليك ولا تقلعت؟ لا الحمد لله ما تقلعتش بس المحاولة نفسها فيها زول يبقى لازم تنسى الموضوع ده من اول و الاخر والبلطاجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقدة في حياتك انا مش عارف اقول لحضرتك ايه انت مديتي ايديكي وانت شلتيني من جهنم الحمر انت اللي بميت نفسك في جهنم الحمر يا غبي انا حلفت يمين لنبوش رجلك مفيش فايدة فيك ولا في اي حد زيك انت فاكر الدنيا ماشية ازاي؟ ماشية سبح للا؟ الدنيا ماشية بقوانين هيا اللي عملتها اللفسها واول قانون بيقول مستحيل البني ادم يبقى طيب وشرير في نفس الوقت ما ينفعش يتبقى شريف شوية وغير شريف شوية تانية النظافة والوساخة لا يمكن يبقى في نفس المكان الدنيا يا كده يا كده وعليك تختار انت عاوزيه لكن البني ادم اللي بيمسك العصايا من نص بيفضل على حاله دايما خسران وانت خسرت واتحنت عشان مسكت العصايا من نص انا بتعلم منك يا استاذا الغاية بتبرر الوسيلة شوف انت عاوز تعمل ايه واختاره بس عذرتك نظرتك للدنيا سود قوي من اللي شفته وانا شفت كتير وخلي بالك ان ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف وديك جربت عشت الخرفان في الحجز الساعتك كام؟ عشرة ونص تبتعلن عزمك على عشرة لا مش هاضر يا استاذا لازم اروح لابوي عشان اطمنوا علي على راحتك عملت ايه في العربية سبب المصيبة عربيت ايه بقى يغور بيها دي نحش زي وش امه السباح الخير مالك في ايه؟ في حاجة لازم تشوفيها بنفسك يا استاذا اعوزاني اشوف ايه؟ امتى تحصل وساي؟ انا جيت الصبح لقيته نايم عم مسعود هو اللي فتح له ايه استاذاني وانا الصبح انا اوظف ش ش ش ش خلونا يمبلغوني لما يسح تعال يا مسعود قولي ايه الحسن؟ ايه استاذاني الساعة السبعة صبح انا اوظف المكتب جاه هو وخبط فتحت له فقالت له الله انت ايه اللي جابك بادي ذو الوقت فقال لي ايه انا جاي اخش الحمام اتقول خش الحمام ايه اللي حصلك تاني؟ خناقة عقلية خناقة عقلية تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مراية؟ شكلك طلع من صندوق زبالة؟ لا اصل خناقة شديدة شوية مع ابوك ولا مع عمك؟ ولا مع كله؟ مع ابويا وطردني طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ معرفتش تمنعه؟ الخناقة في الشارع عند العربية؟ ايوه وايه المصيبة اللي عملتها عشان ابوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الترد دي؟ ولا كنت عارف انك لازم تترد؟ ما كانش ينفع بقى جنب وهو غطبان وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش أخلاص من ماما لازم عاملة سودة خلاص بقى لا حصل حصل موضوع انتهى ما انتهاش بالنسبالي هي مسألة عبيطة وحايفة بس بالنسبة الوالد والوالدة خلطة كبيرة قوي ايه سرقت اهلك؟ لا ابويا زبطني مع واحدة فاطع مش كويس وعفريت الدنيا تنططت فوق دماغه قفشك مع واحدة؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب واحتعمل ايه؟ مش عارف بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ اه اتنين واربعين انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ افندم يا مدين خد اشتري قميس مقاس اتنين واربعين وبنطلون مقاس كام؟ واع وثلاثين وغيار داخلي فوق وتحت من اي محله بسرعة حاضر حمامي في دوش لما انتهاني تيجي تدخل تاخد دوش وترجع بني ادم تاني وتروح بيتك وتجيب هدومك والحاجات اللي تهمك وتكون قدام العمارة دي لما تخلص هتكون هناك الساعة كام؟ الساعة عشر بالليل مش معنى الساعة عشر؟ عشان ابوي يكون خرج من البيت البواب حيكون مستنيك قدام العمارة تقول له انا عطف ربيع وهو حيعمل اللازم ايه الهيسة دي؟ النهاردة في قبض يا مدام وايه المشكلة؟ الاستاذ علي نبهان بيقوله ان هو كتب اربع موضوعات مش تلاتة قولي له المدام حتشوف الموضوع ده بعديل في ايه تاني؟ اصلا انا قطلوك كلام ده عبل ما حضرتك تجي بس هو ما عجبوش الكلام وقالي الحق احق قالك الحق احق؟ اولا هي مداية خلاص قدينو مكافئة الموضوع وقولي له المدام مش عاوز لشغلة تاني منك سباح الخير ازايك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت ألف 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 ومبروك يا عاطف ده ايه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى اعزمك على العاشة النهاردة بمناسبة النجاح تهاني تهاني ايوه ماتين؟ جاتولي المكتب كله حاضر مالك مش على بعضك ليه؟ ما تعد عدل ما تفرج عن ناس يا أستاذا أنا عملي شوفت النوع ده قبل كده وماله النوع ده مش عاجبك ولا ايه؟ يا ناس دي بتطلع بالنهار؟ ايوه بتطلع بالنهار بس الهيئة غير الهيئة بس دول معظمة ما معرفينك زي ما نعرف بلويهم بالزبط بطل تبص حاضر نجو عامي ايوه؟ محسن بيه اللي هواني عاوز يحسب على التربازة بتاعت حضراتك ايه لها يا حضراتك يا فاني؟ طبعا لا قوله مادام نجوة بتقولك متشكرين وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها بعانه هو مش شايف ان انا معايا راجل طلب عرض؟ احنا هنا يا فاندم في خدمة زبايننا مش اكتر ولا اقل وبنسمع الكلام سهق من حضرتك او من حضرته ماشي شكرا بعد اسنك يا فاني اوه الموضوع بالزبط حدق قوي فاكر انه ممكن نشتري سكوتي بعشوة مش عارف ان كل حاجة لها تمن كنت فاكراك اسكى من كده يا محسن يا اهواني هو ده اللي قدرت عليه تدفع لي العشا؟ ده انتهبل بقى عاوزة ايه؟ عاوزة اعلان الغلاف الاخير بتاع المجلة بتاعتي الغلاف الاخير مش العدد الاخير يهبل فلا الله ولا فالك دهر المجلة فهمت؟ بكام؟ حتدفع اللي بقولك عليه انت حتفاصل معايا؟ ايوة كده خليك حلو همار سلام اي خدمة استاذة؟ في انت هاني؟ عندها ضيفة ولا الاستاذ عزاكي لوقتي حالة معلش يا استاذة انا اسفة روح انت مين الدفن اللي عندك؟ دي بنتي بتقول انها صحفية وجاية تسأل على الاستاذ عاطف بنته صحفية؟ اسمها ايه؟ اسمها سالو تبدئي ايه كده وخليها تدخل صباح الخير صباح النور ايه ده؟ كده تمنتيني على مستقبل الصحافة حلوة ورشيخة قاعد ياه سالو يا سين الله اسمك حلو وده حقيقي ولا تركيب؟ لا مش فهمة يعني اسمك حقيقي ولا مقلفة اسم سينمائي عشان يبقى سهل يتحافظ لا ده اسمي الحقيقي سالو عبدالعزيز يا سين وبتشتغلي في انهي جورنال في السهم عاطف كان بيشتغل هناك زميلته يعني اه تقريبا وعاوز عاطف في ايه؟ عاوزاه في شغل اينه على الشغل ده؟ الجورنال طلب مني تحقيق عن ظاهرة التسول والبلطجة اللي في الشوارع وانا عايزة اعمل تحقيق ميداني وانزل الشارع بنفسي وعاوز عاطف هو اللي يصور للموضوع مش معنى عاطف؟ مع اي مصور من الجورنال بتاعكم لا انا مش عايزة اي مصور وخلاص ياخدلي كم سورة على الماشي عايزة يبقى معايا وملازمني وبرضو يبقى حمايا لي ايه في حاجة حضرتك؟ طبعا عاطف خلاص كبر ومشاغله بقت كتير وشغل المجلة ده كله تقريبا هو اللي شايله لوحده ومهما كنتي غالية عليه وقته ما يسمحش وحكاية التصوير دي خلاص مرحلة وعدت بس هو بيحب التصوير؟ الحب حاجة والشغل حاجة لما انتي ما قلت ليش اعلقتك بيه وعاوزها امتا؟ عاوزها اللي لادي او بكرة بكتير خسارة يا سلوى يا سين حظك قليل عاطف مأمورية برا ومش هيرجع قبل يومين ثلاثة اكون خلصت التحقيق بتاعي بالتوفيق يا حبابتي انتي لايق على الموضوع اللي انتي بتعمليه وعا الجورنال اللي انتي شغالة فيه انتي مش نعجلك اشتراكي برضو مش مهمة بقى متشاكرة قوي يا مدام نجوة سعيدة اني شفتك ونبقى نشوفك ان شاء الله رغم ان الفكر مختلف من الكلب عاوزي لعب بديل مش قادر يسبر زي حضرتك؟ زي حضرتك انت اقفل الباب قعد خير في حاجة؟ مالك مش على بعدك كده زي ما تكون عامل عاملة مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما يكون مراتك اللي بتخوفك بالليل يا استاذة دي زميلة كانت بشتغل في جورنال السهم وحضرتك عارفة ان انا كنت بشتغل في جورنال السهم اصلا جت تسأل عليك هنا انت هربان منها ليه؟ هيقيتلك ان انا هربان منها؟ لا ما قالتش بس انا حسيت طب ونهرب منها ليه؟ احنا علاقتنا كلها ود وهو بين الود اللي بينكم كتعاوزك تصور لها تحقيق صحفي شبه لها كده عن التسول وحضرتك قلت لها ايه؟ قلت لها ان خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي ومعندكش وقت جامل في حد صح طبعا لحضرتك تشوفيه عندك شغل مهم؟ جاهز هتسافر العجل في حفلة في فيلا صورها عالي قوي على حمام السباحة فتة ولحمة ومنبر على حمام السباحة؟ ايوه على حمام السباحة المعازيم رجلة وستات من اهم الناس في مصر عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهت لا ديني بس كل المعلومات وهتشوفي انا عاملين ولو نجحت عندي ليك مكافأة انا المكافأة بتاعتي رضاك يعني طب غور من وشي دلوقتي امرك ايه ده كله ايه ده كله؟ ده نصه عزماء مصر لابسين ميهات صحيح مين دول يا أستاذة؟ خلطة خلطة ما يعرفش يعملها غير خضر العطار رجال أعمال طب ما عادي لا مش عادي شايف الست دي؟ هم دي مرات علاء مجاهد رجل الأعمال تعرفو؟ عارفو وش تورد الأم بحد ايوه ودي بقى مرات شريكو عمرة بوشامة ده الظهر ان الشركة مش في التجارة بس وفي النتاية كمان تنفع يا ساتر استر رحزة تسخلوش شخصيا؟ اهو الراجل ده بقى هو اللي سخاني ان انا اصور كل حاجة جوا بس اذا بصورة لي مرة جرروني على الاسم تحمد ربنا انه هجت على كده اهو الراجل ده مهم قوي كده؟ طبعاً ده بوقه في ودن كبير بتاعنا ربنا يكفينا شره في الخزنة اكيد بيفضحكم في ضيحة القطط على السلالم هو جرى ايه في البلد؟ لو احنا بقىش عارف الفرق بين الدكر والنتاية ومين دول بقى؟ ما عرفش بس زي ما انت شايف بيعلنوا كراهيتهم للرجالة اكيد هتنفع وده مين ده بسلامته؟ شكله لعيب كبير اوي ما عرفوش بس شكله راجل مهم صرنا فيهم نعرفه واكيد هيبقى لها عوزة شاطر يا عاطفي يا عطوفة انت تلاعت احسن من تقديري ليك بكتير كله في فضل حضرتك يا استاذة كده التلميذ تفوق على المدرسة بتاعته والنظرة كمان ان شاء الله هفضل كده على طول انا كنت وعدك انينا عندي ليك مكافأة حتى بريع وصلت لا انت تروح تستريح في المكتب لحتى منا زبط اموري طب هيه المكافأة اش هقولك عارف يا حاطف الاعلانات اللي في الشوارع اهل بلد عاملة زيها بالزبط فيها اللي بننور ويدفي فيها اللي بننور على طول فيها اللي مطفي على طول ايه رأيك بقى في مشروع يخلينا ننور على طول حد يقرأ بس هو ايه جورنال جورنال يا عاطف جورنال يبقى بتاعي وبتاعك انت كمان انا ايوة انت بس ده مشروع وهمي ليه وهمي؟ احتاج فلوس كتير واجراءات وورق حضرتك عايشة في بلد بتوقف المراكب السايرة عايزة تمشي مركبة وبعدين ميقلك ان الجورنال ده هينجح تبقى شاهبل تفاكر ان البلد دي حتفضل على حالها كده بص حواليك السنين اللي جاية دي كلها شخلاعة وفهلوة وخفة يد كمان وانا وانت مع بعض ممكن نبقى حاجة كبيرة قوي انت بتبصلي كده ليه؟ انت حبتيني مش كده؟ انت مغفل حبك ازاي وتحبني ازاي؟ انت يوم لما تحب هتبقى بنت في سنك او اصغر منك وهي كمان لو حبتك حيبقى كده برضه زي البنت اياها يا عاطف انا بالنسبالي الحب راح وزمن وراح هي كمان شكلها راحت المسألة مسألة تحتياك بنجوع بناكل بنعتش بنشرب المسألة بني وبينك هتبقى كده بالصبت مفيش احتكر مش فهم يعني انا مش مراتك ولا حبيبتك عشان احسبك وحضرتك هتبقى كده برضه؟ حضرتي ستة محترمة ستة مش طفصة محبش هيكل غير وانا جاعنا واكلتي خفيفة انا بتعلم دي شروطك؟ لا شروط كتير بس اهم شرط فيهم ان مفيش تغيير في المعاملة اللي بيننا كل واحد فينا لازم يعرف مكانه بالزبط ويلتزم بيه يا عاطف انا قريت الجوع اللي انت فيه من نظراتك لايه اول مرة شفتك يا استاذ انا جاعين كل لحاجة في الدنيا عشان كده واحدة واحدة عليها شوية ماشي كراها عرفين يا استاذي محب امشي في الشوارع بالليل وهي فاضية ما عرف افكر هو في طريقتين لا مش اتنين تلاتة ينعمل شركة ينشتري رخصة جورنال ينجيب رخصة من ابرس ايه الطريقة السهلة المضمونة يعني ان احنا نشتري رخصة وفي حاجة للبيع على طول على كام اتنين مليون بس بالتفاوض ينزل واحد ونص مش قلتلك مشروع واهمي وحضراتك بقى معاكي الفلوس دي مكانش ده بقى حالي بس ممكن نتصرف ونتصرف ازاي؟ قليل ونسرق بنك حاجة زي كده يا نهاري سود بس تعالي اقفل الباب انا مش قلتلك اول مرة هتبقى عندي بس دي مش شقاتك يا استاذة دي واحدة من شوعي اللي بقجرهم مفروش تعالي ايه؟ ايه؟ مالك ماليش انا كويس تباد في النروة تعالي عندما قلتك مالك باقرف طبي без طبي لا عدية قول مرة بقى اشترى ثلاثة تفاحات راح البيت يا كلهم برحت ورح مولع شمعة فتح اول واحدة لأهم دودة راح رميها فتح تاني واحدة برضو لأهم دودة راح رميها وبعدين راح طفي الشمعة ومجر التالتة يا ابن المعفنة بتلقح علي لا والله يا استاذة وانا طول اكل تفاح اصلا انا معكي في الضلم وفي النور لتؤمري بي طب تعالى يا جح الو اهلا اهلا طبعا عرفاكي سمعت عنك كتير ده كل الاوساط الراقية بتتكلم عن جمالك وجمال شغلك اؤمريني يا حبيبة قلبي انا مقابلتي سهلة جدا بس ممكن اعرف ليه يبقى احسن ما كانت قابليني فيه في مكتبي انا بكون موجودة لحد الساعة 11 بالليل تشرفيني في اي وقت انا اللي تشرفت بمكلمتك مع السلامة عاوز ايدي لازم تكوني اهم مصممة حفلات في مصر جمالك ورقتك وشياكتك بيقولوا كده مرسي جدا يا مادام نجوة بس انا خلاص ناوي اسيب الشغلانا ايه ده حد يسيب شغلانا زي دي؟ حد يكره يشتغل في القبهة والجمال والشياكة وزي ما بيقولوا مجتمع الكرام دي لا كرام الكرام دي لا كرام ايه بس دول اغلبهم مغرورين ولا عندهم احساس ولا صقافة ولا حتى زوء ايه ده دلت شكلك مقروسة ارسى جمدة انا اتهنت من انسان سافل ومتعجرف اتعامل معايا كأنه بيتعامل مع بنتي لي ايه دي بس كده واحكي لي الموضوع ده عرفي رجل الاعمال ادهم سليمان ده تقريبا رقم اثنين او تلاتة في مصر ومنه للحكام على طول سواء هنا او برا معنى كده اني اسامح في الاهانة اللي كانت حتجيب لي شلال مش اعرف بس ايه الاهانة الاول وبعد كده قولك تسكتي ولا ما تسكتيش الغبي ما يعرفش ان انا بنتي ناس محترمة جدا ومتربية احسن تربية باين عليك يا حبيبتي بس ايه الاهانة حصل ايه طلب مني اصمم له حفلة عيد ميلاده عرضت عليه افكار ومعجابتوش رح شاتمني قدام كل ضيوفه مليه للأدب وبعدين نييلها اكتر واكتر ابتكر حفلة نكورية لكل المعازيم وايه الجديد في كده ما اعتقدش انه في حد اعمل حفلة زي اللي هو عاوز يعملها عاوز الستات تلبس مموسات والرجالة قوادين واعتصرتي طبعا لا ولما هو لأ ازعلنا ليه كنت هعتذروله انه اهني اهانة تانية اشد من الاولانية فدل اشرح في تفاصيل الحفلة وفي الاخر بصلي وقال انت اختار المموس اللي تعجبك ولبس اللي بسها كل ده يحصل ولسه متمسكة بالمشروع علشان انتقم لنفسي وحتنتقم ازاي الحفلة تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجلة وانا اللي كنت فاكراكي طيبة طلعتانا اللي طيبة وانتي بقى اللي حتصوري الحفلة لأ مقدرش انا اللي اصور وفيه اجراءات امنية مشددة بس انتي لسه مسؤولة عن الحفلة ايوة وممكن تساعدينها كل اللي اقدر عليه حعمله انا هدرس الموضوع كويس وافكر فيه بس انا بقى اعمل كل ده مقابل ايه دي مسألة حنتفاهم فيها وانا تحت امرك هو كده انا بجد سعيدة بمعرفتك يا حبيبتي نورتي المجلة صباح الخير اهلا يا عاطف اعرفك الانيسة غادة الامير اشهر مصممة حفلات في مصر تشرفنا الاستاذ عاطف ربيع الراجل التادي في المجلة فرصة سعيدة مع السلامة وراي على المكتب مالك كنت بتصورها بعينيك اللي يتدب فيها رصاصة صلاح حلوة حلوة ولا وحشة دي بعيد عن شنبك وشنب اللي جابوك انت بالنسبة لها كوم زبالة ما فيه ناس بتردوا بالزبالة ايه والله وبقينا نعرف نرد يا استاذ عاطف اسمع تعرف راجل اعمال اسمه أدهم سليمان م transient هم لسا بطري علايا على المعرف رجال الأعمال طب، عو ذاك تسأل عنه وتعرف كل حاجة تي مش عارفة؟ عارفة بس مصر بتتغير كل يوم أيوة أيوة مي الله يكسفك مش تسطر نفسك وانت بتفتح الباب معلش يا أستاذ أصلي كنت نايد وانت بتنام مع عريان ولا معاك حد لا أنا الواحد يا أستاذي وممكن تتأكدي بنفسك كمان وإيه راحت الكمكمة والزناخة اللي مالية الروف دي؟ ولا دي راحت من سوان الإمامة اللي بتصربهم من وراء ضهر البواب؟ انت كان دايماً زلمانيا يا رئيسة وأكبر دقينا عزول مثلية من الشقر حيتها معك فنة شمعنى يا ابن الحلواني؟ أصلاً لو كان في نسوان كان هناك ضفور علي أنا الكلام ده؟ وإيه سبب الزيارة المفاجئة دي؟ حيكون إيه غير الشديد القوي؟ سألت على الراجل؟ طبعاً وعرفت إيه؟ عرفت اللي حضرناتك عارفاه اللي بيغضب عليه بيرميهم فوق سطح عمارة وفوق منه صبت أسمنت وناس تانية بتقول إنه عنده يختف البحر الأحمر اللي بيغضب عليه بيجرجروا على هناك ويرميه فوسط المياه ومنه لسمك القرش وعايز أنا صور بيت الضعر اللي ناوي يعمله؟ لا أنا آسف لا ناوي ترميهم فوق سطح عمارة ولا أنت ناوي تبقي جوه بطن سمكة قرش إحنا ملاش دعوة بيه ولا هنقرب حلوة قوي يبقى كده الموضوع لغي لغي إيه يا هبل دي خبطة العمر اللي بيه هنقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي أنا بأحلم به إزاي وإنتي بتقول إن إحنا مش هنقربه؟ هو لأ لكن ديوفه آه دول سمك القرش اللي بيعم برا المياه اللي شبعه من كتر أكل لحم البلد بنت المتعوسة دي كميل يبقى كده العملية بيدا مقشرة لأ لأنه جاي بشركة أمن والدعاوي كأنها طلعة من القصر البريطاني ومستحيل دعوة تتصرم لا أفهم هدخل زي الأكل والشرب وطأم الخدمة والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق خمس نجوم وبعدين؟ إنت حتكون واحد من طأم الخدمة إزاي؟ إزاي؟ ساعة الحظ بيخدم مدير الأغذية والمشروبات في الفندق ده أنا عرفه معرفة شخصية وصفحته مش بيضة يعني هيقولي تحت أمرك وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كماني طب انتي مش بتقولي إن في تفتيش؟ أخش بالكاميرا إزاي؟ الكاميرا حتدخل قبل الحافلة بيومين وهتكون مخفية في مكان انت بس اللي تعرفه وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون بلاديل إيه؟ النسوان إنما إيه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصة عشان يطلعوا الكابتل لجواهم سريك لوع الصرير إيه؟ بتحفة آدي اللي انت فلح فيه أنا عملت اللي علي شوفي جاء أنت هتعملي إيه؟ دول عمين زي قفص التماطم اللي عاوز فرز لازم نرمي المفعصة والمضروبة واللي صابها العفن إحنا عاوزين التقال قوي كنت هتخدي منه الفلوس إزاي؟ شغل مخك نوعنا شغل مخك في أي حاجة بتكتر على بالك إلا دي القطول اللي جاي صعب عليها مستحيل إنت مش هتعمل حاجة أمان مين اللي هيعمل؟ واحد معرفة قديمة صحفي من أبرص مهم تكوني ماليا إيدك منه؟ طبعا ماليا إيدي ما هو من نوع بتاعك بس أبرصي وبيقبط كمان بس أنا أفضل بعيد مليش دعا حاوز أقول لك حاجة ملك الغابة مش هو الأسد ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيستاد الأسد والجورنال اللي أنا بأحلم بيه هعمله ادفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مش عاوز حاجة في أدوار عالية يا راجل يا كهنة مش أنا الوحدي اللي نفسي تقطع ما تبص لنفسك الأول خلينا في المهم أنا فلوسي جاهزة وعاوز أعمل معاينة ماشي حاستنى مكالمتك مع السلامة فيه إيه؟ موضوع الجورنال اتعرف وكذا حد يسألني عليه اللي يسألك يقول له آه هو إحنا بنعمل تنظيم سري إحنا بنعمل جورنال والناس عرفت إزاي؟ مفيش حاجة بتستخبى في الوسط بتاعنا ده مفيش أكتر من عيون الحساد واضح أن أنت مقدرتيش تدري على شمعتك شمعت إيه اللي أدري عليها؟ إحنا هيبقى عندنا جورنال كبير ودلوقتي أنا بجهز ومحتاجة محررين ومرسلين ورؤساء أقسام عاطف ده الوقت اللي لازم نكبر فيه ولو فادلنا وقفين مكاننا حنتاكل بقولك إيه؟ أنا جعانة ومخنوقة من المكتب يلا نقوم ناكل وانتي طوعنا هتبقى رئيسة التحرير ورئيسة مجلس الإدارة رئيسة مجلس الإدارة آه رئيسة التحرير لأ ليه لأ؟ ما نفعش رئيسة تحرير جورنال سياسي حيقولوا مالها ومال السياسة وطول عمرها بتشتغل في الفن والفنانين ونموضة والسالونات أم المين هيبقى رئيسة التحرير؟ حضرتك حضرتي إزاي يعني؟ ده نميح في السياسة كل اللي بيكتبوا في السياسة وكل اللي بيشتغلوا في السياسة زيك كده بالظبط ويمكن أقل منك جميع لا يمكن يا مدام يعني لو كتبت في السياسة هنتفضح نجيب لك حد يكتب من الباطن آه زيك زي غيرك وشوية شوية تتعلم تكتب إزاي؟ طب وليس سياسة؟ ما إحنا مشيين زي الفل؟ الزمن اللي جاية ده مش بتاع الحاجات الصغيرة وإحنا خلاص بطلنا نصطاد بسريع بسريع؟ إحنا مصطادين كل حتام ماصر برضو بسريع إحنا عاوزين نصطاد دولة دولة؟ أيها دولة دولة تيجي تتبنى الجرنال وتموله والجرنال يبقى لسان حالها ومفيش مانع يبقوا دولتين يبقوا ثلاثة ومالو تيجيبتي كل الكلام ده من إيه؟ يعني خبرة وأنا بنوتها صغيرة اشتغلت مع ديابة الصحافة وتعالبها الصحابة طوم وتعلمت منه وإحنا بقى هنبقى جرنال معارض ولا مش معارض؟ معارض مين يا هبل؟ إيه؟ انت نبيت لا تشك معارضة كده من على الوش معارضة زي بتاعة ضرب الحبيب زغزغة بقولك إيه؟ أنا دماغي تقلت اطلب الحساب ويلا بينا مش عاوزة بقى زي الست شفاعات بتاعة شباب امرأة يلا بيت بيت بتحكم بيت بيت بتحكم تحكم بيت تعالي عندي لك خبر هايل أكيد مبيعات زندة إيه؟ حاجة أهم وضيتي مع الوكالة الدولية للإعلان؟ برضو أهم هيبقى فيه أهم من كده عنك مبروك يا أستاذ عاطف على إيه؟ انت الرئيس اختارك تسافر معه على طيارة الأسبوع الجاي بذكر ليمي جد؟ هو أنا عمري قلت حاجة وما تلعيتش جد؟ أكيد بيقرأ مقالاتي أصدق المقالات اللي بيكتبها غيرك يا أستاذ كله من خيرك وتوجيهاتك طب اسمع بقى التوجيهات الجديدة كن أن الرئيس اختارك تسافر معاه مع رؤساء التحرير فده معنى أنه مبسوط من الجورنال قبل ما يكون مبسوط منك آه طبعا طبعا المهم بقى شكلك على الطيارة ما تلاقيش هبقى أشيك واحد لسه خايب أنت لازم تكون بسيط على قد ما تقدر في كلامك ولبسك لأنه أكيد حينكشك هو يحب ينكش أي حد جديد ولو سألك عن حاجة ترد الرد اللي يرضيه هو ساما ولو سألت سؤال تسأل السؤال اللي تحس إن هو عاوز يتسأله ويكون دمك خفيف يا عاطف ويا ساعدك يا هنك لو قلت حاجة مضحكة وضحك بس تكون لطيفة ومهزبة ساما؟ أنا مش عارفة قدي جمالك فين لأ عارف بس بتستعبط سألت أنت خريجي أعلام مش كده؟ أي يا أستاذ وعاوز تتمرن عندنا دي أمنية يا أستاذ تعرف إن علاء السروجي اللي بعتك لها ده كان أصلا تلميذي؟ اللي يا الشرفي بقى التنس حضرتك تعرفوا ما درستك إمتا؟ النعاردة الصباح روحي عاطف التحويل الأخير بتعليبيا كم بكام؟ 750 ألف جنيه يعني أنت سحبت 250 ألف جنيه؟ مالك يا نجوة فيه إيه؟ سحبت ولا ما سحبتش؟ أيوة وليه إن شاء الله؟ وأنا بس قالك بتسحبي فلوس من البنك؟ بتسحبتيها ليه؟ ولا ما سحبتيهاش؟ هو أنت هتعمل رأسك براسي؟ جرى إيه؟ نزيد نفسك ولا إيه يا أستاذ عاطف؟ لمي لسانك عشان أموك هقل أدم يوم بحدلك؟ هيا دي أخراتها يا عاطف يا ابن بتاع البثبوثة؟ ماشي أنا حلغي توقيعك من البنك ومفيش ماليم حيطلع من الجرنالدة بعد كده غير بقازني انت بس أزننا هو أنت لسه هنا؟ قعد قلت لي اسمك إيه؟ وليدي يا أستاذ أبوك بيشتغل إيه؟ سواء قطر بس متوفي شوف يا وليد أنت مستقبلك معي مرهون بكفاقتك هنبتدي بكرة تشكر تشكر قدوك إن شاء الله أكون لدي حظن نزلنا حضرتك أما نشوف أنا عوزاك تنسى أي حاجة تعلمتها في الصحافة في مدرستي أنا لازم نبتدي من الأول وعلى بيعد حضر يا فنة أنا ضايحة المهندسين تعالي أوصلك معي تشكر قدوك تعالي لا تتكسفش تشكر ما يا عالش برحتك ت Bryant أيها تبا من أجでもثى وأتتتت estamos reevalتك وأتي وشكا أليس التي تنسى deaf دقاء 播放 وأuta تعالى اشتركوا في القناة